الطلاق أبغاد الحلال حل ممكن يكون حل لمشكلة وممكن يكون هو نفسه المشكلة النقطة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة عشان احنا برضو بنحب نبقى محددين لو لقدر الله قدر لهذه أو يعني للاتنين دولا هما ينفصلوا عن بعض هيقولوا ايه وهيتعاملوا ازاي ولو فيه اولاد هيتعاملوا مع بعض ازاي دايما احنا كنا بنتكلم عن تأهيل الاطفال تأهيل الاطفال كتير جدا النقطة هنا بقى مش تأهيل الاطفال انا بقى اهل الكبار ازاي ان هما يستقبلوا هذه الصدمة او المشكلة دي هتجواب لنا على كل الاسئلة دي واكثر دفتنا اللي منورانا في الستوديو دكتورة نيهال سليمان لايف كوتش اهلا بيكي اهلا بيكي اه طيب احنا عندنا كذا سؤال على فكرة من ساعة ما يفتحنا الموضوع يمكن نوهنا عنه مبارح واتكلمنا عن موضوع الطلاق وناس قالت ان لأ الكابل او الزوج والزوجة ما بيبقوش مؤهلين لده انا استقبل الموضوع ازاي لما ييجي هذا القرار من الطرف التاني وانا يعني مش مستعدة ليه طبعا زي ما انت قلت انه ابغض الحلال عند الله طلاق اكيد وده لازم يكون اخر حاجة نفكر فيها مش اقول حاجة نفكر فيها ونستسهلها يعني طبعا اخر حل يعني اخر حل وعايز اقول حاجة يعني ولو انه ممكن تقولي انه يعني خلاص توليت بقى بس برضو عشان الناس اللي بتفكر في الجواز نقول لهم انه لازم ما نيجي نختار نختار حد ماشي معنا من نواحي كتير قوي توافق يعني يكون فيه توافق ولازم بقى حط في دماغي حاجة حط في دماغي حاجة دي حاجة بتاعت ربنا الله اعلم بيحصل في الحياة حدش ضامن اللي ممكن يحصل فلازم حط في دماغي ان زي ما انا هتجوز الشخص ده انا ممكن اطلق منه ودي نقطة مهمة جدا يعني هل الشخص ده على الحلوة معي اوكي تمام حلو جميل طب على ما يتيجي بقى الدنيا يبقى فيه ازمة ازمة حتى توصل الى الطلاق طب يبقى انا يزم حط في دماغي ده وانا بختار الشخص الشخص وعيلته لانه في الاخر انت يعني اعمل حسابك على الاتنين ده مش غلط يعني اعمل حسابك على انك هتفضل لتجوز طب انا بقى المشكلة المشكلة بتيجي من اللي الدكتورة نيهال بتقوله ده بتيجي ان ان انا ما ببقاش بتصدم انا بتصدم ليه لانه ما ببقاش حتى في اعتباري ده انا زي ما انا عايشة مع الشخص ده ممكن في اي لحظة من اللحظات يعني انفصل عنه بالزبط ده مش معناه بقى ان انا اتدمرته ودمرته وانتقم منه لمجرد ان هو مش عايز يعيش معايا او يبقى عايش معايا خصبن عنه بالزبط فيبقى الحياة وحشة جدا بالزبط ففيه هنا حتة انه انا مينفعش اعتمد اعتمد كلي معناوي على شخص او يعني لا الست ولا الرجل مينفعش ده الجزء من حياتي مش كل الحياة ده مش حياتي كلها تخلص وتدوب يعني انت بقى بس قائمة على هذه العلاقة ده توماتش على العلاقة ضغط كبير قوي على العلاقة يخليها تقع تتكسر ما تحتملش لان ايه دي جزء من الحياة مش هيكل حاجة طب كويس فالفكرة انه انه دي نقطة مهمة جدا الناس تعرفها انا اصلا بدزاين الحياة دي ازاي بصمم حياتي ازاي انا عايش حياتي ازاي اصلا ودي حاجة هتيجي تضاف الى حياتي خش في مكانها عشان ولا بوز العلاقة ولا بوز بقية حياتي انت فاهماني فنرجع بقى لنقطة الطلاق لو احنا وصلنا لمرحلة الطلاق دي خلاص اوكي دي ازمة دي ازمة ازمة بس مش نهاية العالم لا مش نهاية العالم بس في حاجة اسمها يعني عارفة اقدارة الازمات نفاهمها دي ازمة بالذات لو فيه اولاد تمام انا حتى لو ما فيش اولاد مش عايزة اخرج من القصة وهي قصة عورتني جامد وده وحطمتني زي ما انت بتقولي ليه يا جماعة ليه ليه مش مستهلة الحكاية يعني انا اخرج برضو باحترام باحترام اولا ثانيا دايما انا عارفة زي ما حتى لو ما تكوني سايبة شغل يعني انا دايما اقول للناس يعني يا جماعة ما تكونوا في شغل وسايبينه سيبوا برضو امبريشن كويس يعني مش لازم نهزق بعض لا لان الدنيا بتدور الدنيا دوارة انا دايما ابويا اللي الحمو كان بيقولي كده سيبك من كوتشن وكان كوتش جايمت جدا لوحد والله يا حمو كان بيقولي دايما نهال عمرك ما تمشي من شغل والنزع لانا منك وانت عاملة مشكلة وعملة لان الدنيا ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل تاني وتتلاقه فما بالك لو احنا كنا متجوزين بيننا حاجة يعني ميثاق عند ربنا كبير ده لازم يحترم يا لما ده لازم يحترم انا دايما على فكرة بقول كده يعني عارف حاجة انا دايما بقول ايه احنا ما بنحترمش قدسية هذه العلاقة لو احنا بنرتبط ولو احنا بنطلق نرتبط لأدفه سبب ونتطلق لأدفه سبب ما فيش حد يعني دلوقتي قليل جدا بيجوزوا علشان هم عايزين يبنوا الحياة دي مع بعض او حابين بعض لهذه الدرجة ان هم يكونوا كيان واحد او حاجة واحدة لو ما بيجوزوا علشان هو لازم كده ما فيش حاجة اسمها كده بس خلي بالك ان انا كمان في الحتة دي برجع للأهل انا بشوف ناس وناس عرفهم كتير الأهل بيطغطوا عليهم ضغط فظيع عشان يتجوزوا خلي بالك دي مشكلة تانية تعمل لهم بقى مشكلة فالشباب دول او كده اللي هو طب انا مش مستعدة دلوقتي او انا مش مستعدة لا اين كان السبب لا الاهل يجبسوا عليهم ويجوزوهم ومين بقى بدفع التمن الكابل ده او الزوج والزوجة والعيال بقى والعيال طب انا بقى دلوقتي علشان فيه ناس كتير دلوقتي بتتكلم بصوا جماعة الناس اللي بتتكلم في القانون احنا مش تكلم في الشق القانوني النهاردة عشان بيكلموا في القوانين بتاعت الأسرة طيب دلوقتي طارق بيقول معاملة الأطفال أثناء وبعد الطلاق محتاجة رقابة منعا للعنف ومنعا للحرمان من الأب هنا بقى النقطة انا بقى هل الطفل ازاي انه انا وباباك مش هينفع نكون موجودين مع بعض بنفس المكان بس احنا كويسين واحنا الاثنين بنحبك واحنا الاثنين كزا بس هي دي اهم جملة انت قلتها احنا الاثنين بنحبك او لأ ما انا هقول لحدك بقى اللي بيحصل ايه اللي بيحصل باباك سابنا ممتك سابتنا دي وحشة ده هو وحش انا مش هخليك تشوفه عشان هو شرير او العكس او كزا او ياخد الاب ياخد لا انا مش هخليك تشوف ممتك دي ممتك سابتنا الوحدك سابتك لوحدك ومش ده بقى انا هتعامل معه ازاي بوسي اولا هي اللقطة دي لما بتحصل دي بتبقى ايجو يعني يعني انا نية فضيعة بتحصل للشخص وانتقام واخدها لكرمته واخدها ان ايه حرب وانا هستخد يعني زي ما تقولي غريزة شريرة بتطلع من بني ادم بجد انه هو اتواجع هي الفكرة في ايه هو اتواجع فلازم يوجع حد تاني يوجع اللي قدامه طب انت على فكرة واجعك يعني انا لو مهما انا واجعتك واجعي انا هيتغير في حاجة ما هو واجعنا بفضل موجوع برضو للأسف دائما بقول كده للبنات على فكرة انتو بتضيع وقت كتير جدا في هذا النوع من انواع الانتقام وانا عندي يا دكتورة نهاية لنسبة الطلاق عالية جدا السن صغير جدا ان كلهم بيجوا اتنين وعشرين اربعة وعشرين ستة وعشرين هبلاقيهم يعني بيعودوا كتير جدا في المحاكم وبيعودوا كتير عمرها ضاع وشبابها وجمالها انت عارف انا في يعني مقولة بجد بحبها جدا بتقولك ان انت لما بتحمل ضاغينة لحد او ان انت خلاص بقى الغضب بتاعك مسيطر عليك وعايز تأذيه ده بيبقى كأنك بيقولك كأنك انت بتشرب سم وعايز اللي قدامك يموت انت بتأذي نفسك بس يعني انت انت أذيتك لنفسك اكبر بكتير من ان انت عايز تعمله في الحد التالي طب خلاص خلينا لنقطة تانية نقطة انه انا دلوقتي لازم الزوج والزوجة دول او اللي هما بيتطلقوا لازم نعلي الوعي عندهم شوية يعني يا جماعة هو يعني المشكلة اللي حصلت دي بينكم أولا بينكم انتو الاثنين وانتو المسؤولين عنها مية في المية انتو الاثنين الاطفال بقى اشو احد مسؤول والتاني لا لا الاطفال ملحة بقى يعني هما دول ايه طرف هما ليه طرف في القصة الشكوى اقولك ليه الشكوى اللي بتجيلي بينتقم مني عن طريق الطفل او دي شكوى من الام ومن الام اه ما يا ده اللي بيحصل فهم هو بيستخدم هذا الطفل للانتقام من الطرف التاني سواء الراجل او الست بيتعمي هو بيبقى عارفة حاجة بتعميه بيبقى خلاص بس عايز يعمل كده عايز يأذي اللي قدامه خلاص فنقطة اللي انا اول نقطة عايز اقولها ان انت كده بتأذي نفسك لان انت قردي موجوع زي ما كنا بنقول انت مأذي اوكي فأذيتك لغيرك مش هتساعدك انت في حاجة هتأذي غيرك وهتأذي قارب الناس لك اللي هم ولادك فنعمل ايه احسن يعني بس كيس سيناريو او احسن حاجة ممكن نعمل احسن حاجة ممكن نحن نجيب الولاد دول ونشوفهم هم في انهي سن يستقبل الكلام لشان كمان انا بفعش اتكلم حد صغير بكلام اكبر منه طب حلو او حلو فيه بقى حاجات زي انه مثلا لو حد يعني اطفال جغيرين مثلا اللي هم خمسة سابعة احسن همش زي بقى لخمس سنين ده اولا اولا العيال دي بقيت عارفة حاجات كتير اوه دولوقتي وموضوع من كتر يعني انتشاره على فكرة ليه ميزة تانية ربنا دايما ايه بيدينا برضو حاجة يعني يخفف عننا المصائب ففي حتة انه ان الولاد بقيت عارفة عن الموضوع ده بس انا عايزاهم يعرفوا عنه بشكل صحي ازاي الام واجبها ايه والاب واجبه ايه في المرحلة السنين الهي الصغيرة خمسة ستة الام والاب اكبر تحدي عندهم انه هم يحطوا خلافهم وكرههم لبعض اي مشكلة بينهم على جنب دي ادارة الازمة اللي هو لأ انا فيه كارسة تانية اكبر بكتير خلي دي على جنب انا هتعامل معها بعدين سلوتي انا لازم اتعامل مع العيال دي فباجي بحط ده على جنب وباتحد مع العدوي خلاص بقى عدوي خلاص باتحد معاه على حاجة احنا الاتنين مصلحتنا فيها يا ريت بس ما استفهم ده يعني انت فهم مع ذي ده مش معناه ان احنا اعداء ده معناه ان احنا اختلفنا انا بقول ان افترضنا اشوأ الزرور طب انا لما يجيلي سؤال من الطفل هو ليه مش هينفع لما انتوا الاتنين كويسين انتوا الاتنين بتحبوني دي مش هتعيشوا معايا انتوا الاتنين اه ده سؤال صعب جدا اوكي اللي بيثبته السؤال ده مش بس الاجابة الفعل ارد اقوله ايه لما يقولي كده ارد اقوله ايه هتقوليله هتقوليله انه بص يا حبيبي انت دلوقتي انت لست صغير مش فاهم يعني احنا هنشرح لك على قد ما نقدر بس هو بابا هيكون موجود هتشوفه وقت ما انت عايز هتكلمه وقت ما انت عايز وانا هكون موجودة واحنا ممكن يعني انت عايز تشوف بابا تعمل معا ايه عايز تعمل مع اماما ايه نبتدي نسحله او نعمله نشغله بحاجات في حاجات وفعلا نعملها نعملها وكلام مش هينفع بقى كلام اللي هيزبت ده قصاد الولاد بدي بليك اللي بيحصل ان بعد الانفصال الوقت بيبقى يعني شوية كده وبعد كده تقولك طول الوقت بقى انا عندي مشكلة ايه الرؤية النفقة لما شوف ابنك لما تدفع طب انا خدت الولد وانت لما تتنزل عن قضية هدهولك طب انا مش عارب هو ده بقى اللي بيحصل انا بقى الطفلة ده نفسيته بتبقى تتضم تتضمرة تماما لحد للمشكلة هتتحل يا ام هو يكبر وينتقمنهم هو الاتنين ما هي المشكلة انه ده بيبقى تصرف يعني قصير لمعدة جدا يعني بصين تحت رجليهم بصين تحت رجليهم مش بصين ان بعد كده طب على فكرة جماعة انا عايز اقول لكم حاجة ان العيال دي بعد كده هي اللي هتبقى تاخد بالها منكم كل حاجة بتلف وترجع يا هتاخد بالها منكم اللي انت عملتوك يا ام هتنتقل اللي هتاخد بالها منك يعني سيبك برضو لو بصت لها من ناحية انانية مية في المية سيبك منه هو يبقى سعيد في حياته ومبسوط وعنده حياة سوية او يعني طريقة بيشوف الدنيا بطريقة صحية سيبك من دي انت عايز الشخص ده اوكي يكون بعد كده سنة وقف معاك فهمها قصدي غير بقى لو فكرنا من ناحية ربنا ده موضوع تاني خالص طب انت دلوقتي انت بتخلف زرية في الارض يعني انت بتزرع حاجة في الارض عشان تعمر الارض وعشان تطلع خير للبشر يعني انت ربنا خلقك ليه عشان تفسد ده فساد انت كده تفسد في الارض فانت دلوقتي لازم تعرف اني عندك مسئولية سيبك من مراتك وسيبك من عيالك وسيبك من طلقتك وسيبك من كل ده انت قدام ربنا هتقوله ايه هتقوله ايه انا جبت خلفت انت او انت اوكي مش عايزة اعلم عشان بس انت او انت انت دلوقتي خلفته اولا خدته ميساق كبير جدا قدام ربنا زي ما انت قلت مقدس واتجوزته لأ هو فيه مسئولية حضرتك اولا فيه مسئولية تجاه بعض وبعد كده مسئولية تجاه الطفل اللي هيجي بعد كده ده ده لي يعني ليه مسئولية انت مسئول منه قدام ربنا على كل حاجة فهي ما قصدي تمام فهي دي الفكرة فالناس لازم تعي لكذا حاجة وان ان الحاجة مش هبوصل تحت رجلي بس لان النتائج هتيجي بعد كده زي الزفت اتنين انا مسئوليتي مش بس تجاه ابني تجاه ربنا تمام اوكي اوكي ليه والغيري وليه الاول لو انا عايد اكون انا نية 100% هبوصل نفسي انا انا كامه الولد ده هاملقين معي بعد كده تمام تمام وانا لما شوف ابني متضايق او فاشل في حياته انا مش انا هكون زعلان اكتر بكتير فهي دي الفكرة فانا دلوقتي بقى ما تشدش كزوج او زوجة في المشاكل ان الطرف التاني بشديني لها اوكي تمام ما اشتبكش معي فيها اه لو حبينا يعني يعني نقول الموضوع في شكل مثلا كابسولة او شكل ان احنا نقول يعني النصيحة اللي حضركت تحب يتقدميها في الاخر لأي اتنين عندهم المشكلة دي او اتنين يعني دخلي على المشكلة دخلي على المشكلة دي نصيحة او يعني كابسولة زي ما انت بتقولي واحد ان انت لازم تعرف الولاد دول ان انت بتحبوهم كده كده يعني ان حبك ليهم ونفصل عن علاقتك بالام او حبك للولاد ونفصل عن علاقتك بالزوج يعني ده حب وده حب بلس ان انا بتدي قناحهم الولاد الميزة بتاعتهم الصغيرين ان هما عندهم خيال اوكي فانت ممكن يعني تغرز او تزرع جواه دماغهم اللي انت عايزوا ممكن تقولهم انه ده احنا برضو هنفضل عيلة بس ده شكل جديد من العيلة عيلتنا هتبقى لها شكل جديد كويس قوي ما مواصدين هاي انا طبعا بشكرك الناس اللي بعت طيب دكتورة نيهال تقدروا تتواصلوا معيها طبعا عن طريق الصفحة عندنا ويعني خلينا ان احنا فعلا كلنا نبقى كل مرة كده محددين في جزء عشان الناس تفهم دكتورة نيهال لنا تستفدنا جيدا من موجود حضرك معينا النهاردة وبشكرك شكرا جزيلا دكتورة نيهال سليمان لايف كوتش شكرا لحضرتك ودايما منورة برنامجنا نهاية الأسبوع بنوعاتكم دايما ان احنا علشان يعني احنا طبعا جزء من اهتماماتنا القضايا الاجتماعية ودايما هنتكلم في مثل هذه القضايا حاضر الناس تتكلم على القوانين هنخصص حلقة حاضر للقوانين شكرا لكم وأشوفكم دايما على خير كل خميس وجمعة ونهاية الأسبوع فكنوا على موعد سلام